اشتركوا في القناة شكرا لكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وإطلالة متجددة من برنامجكم اليوم أخبار الحج الذي يحاول أن يطلعكم على أهم وآخر أخبار حج هذا العام عام 1444 للهجرة اليوم هو الأحد السابع من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة غدا يوم التروية وبعده التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرف أنسى الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجيج حجهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما عودناكم مشاهدي الكرام في ثنايا هذه البرنامج وفي ثنايا حلقاته أن نستهل الحلقة بالعناوي سدايا تتيح لضيوف الرحمن الاستفادة من الخدمات الرقمية لتطبيق توكننا بسبع خدمات شؤون الحرمين توزع 12 ألف مظلة وثلاثة آلاف سجادة مراكز الضيافة بمكة والمدينة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة حتى عشر سنوات حياك بالله مشاهدي الكرام يعني نحن في أيام تهب نسائمها وكل يوم نقترب حقيقة من يوم الحج الأكبر ويعني الحجاج يتوافدون إلى مكة المكرمة يعيشون أجواء إيمانية يعني أينما توجه بوجهك في مواقع التواصل الاجتماعي تجد أخبار الحجيج ويعني رعاية الله سبحانه وتعالى تحفهم من كل مكان الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة على سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين خدمة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية كذلك لأداء مشاعرهم بكل يسر وسهولة هذه الحجة التي قد تكون مرة في العمر ويوديها الإنسان مرة واحدة في عمره إلا أنها تبقى في الذهن تبقى في الذكريات ويبقى بإذن الله أجرها حتى الممات وما بعد الممات كذلك بل أجرها يستمر حتى قيام الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحججي حجهم وأنتم مشاهدي الكرام لمن لم يتيسر له الحج أيضا يعني لا تحزن يعني أن والنية واجعل هذا من ضمن حساباتك لأعوام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا أنت اليوم أمامك مضمار سباق حقيقة من الأعمال الصالحة والأعمال الخيرة في عشر ذي الحجة فقد ورد عنها في الآيات الكريمة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام العدد الكثير من الفضائل التي تعمل في هذه الأيام الصدقة الصيام الأعمال البر والتقوى يعني اليوم نستفيد حقيقة من هذه الأعمال بقدر المستطاع فنحن اليوم يعني نستغل هذه الأيام بقدر استطاعتنا وبقدر طاقاتنا وقدراتنا حتى يعني نحصل الأجر المثوبة اليوم نحن أحياء سنة القادمة ما ندري إحنا فوق التراب ولا تحت التراب نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يحرسنا بعينه التي لاتنا شهدنا الكرام مباشرة إلى حديثنا وخبرنا الأول حيث أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها حجاج وبيت الله الحرام عبر تطبيق توكل خدمات والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم والذي يقدم 241 خدمة إلكترونية تأتي هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية بسبع لغات ويمكن استخدامه في 77 دولة في العالم وذلك في إطار اهتمام سدايا بتقديم الحلول الذكية وتحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه وخلال موسم حج هذا العام يمكن استعراض خدمات تطبيق توكلنا باللغات التالية العربية، الإنجليزية، الفلبينية، الإندنوسية، البنغلاديشية، الأردية والهندية أيضا منها خدمات الرسائل وسيتمكن مستخدم تطبيق توكلنا من استقبال الإشعارات الخاصة بهم بموسم الحج، علاوة على متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولا بأول والتي تأتي هذه الخدمة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد إضافة إلى الخدمات الإضافية كتصفح المصحف، معرفة القبلة، تحديد مواقع الصلاة والتي تأتي هذه بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أيضا يمكن من خلال هذا التطبيق استعراض بطاقة الحاج الذكية وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال المحفظ الرقمية وهذا اللي يأتي بالتعاون مع الأمن العام كما يمكن أيضا الدخول عبر بوابة المناسك اللي تتيح للمستخدمين الحاملين تصاريح الحج إصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج بالإضافة إلى تقديم خدمات السعفني ونداء الاستغاثة واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين اللي تأتي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي هذه الخدمات طبعا تأتي في إطار جهود سدايا في حج هذا العام الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيز ابتكاراتها المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تسخير خدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن نساء الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود مشاهدي الكرام يعني ما شاء الله تبارك الله حجم كبير من الجهود تقوم فيه سدايا وكذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة يعني ما شاء الله تبارك الله هي متعاونة مع وزارة الشؤون الإسلامية مع وزارة الصحة مع وزارة أو هيئة هلال الأحمر مع الرئاسة يعني مع الكثير من الجهات اليوم تعاونت وتكاملت وتكاتفت من أجل هدف أسمى واضح وهو خدمة الحاج والمؤتمر الجميل أن السدايا اليوم تقدم خدماتها ليست بلغة واحدة ولا لغتين ولا ثلاثة هي تقدم خدماتها بسبع لغات لكافة حجاج بيت الله الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم خلونا وياكم مشاهدي الكرام الروح إلى خبرنا التالي حيث وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وزعت على قاصد المسجد الحرام ومثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة ليشؤون الاجتماعية أكثر من 12 ألف مظلة وثلاثة آلاف سجادة على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة خدمة الحاج والزائر وساموا فخر لنا في عامها الحادي عشر وتأتي تحت شعار من الوصول إلى الحصول حقيقة جالس يقدم جهود مميزة ومباركة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقديم العديد من الهدايا المميزة لحجاج بيت الله الحرام نصيما أن هذه الهدايا سواء كانت عينية هدايا رمزية معينة تبقى في الذاكرة وتبقى في الذهن ما بقيت الحياة نظرا لأنه يبقى فيها شعور إيماني كبير يعني هو يزور مكة المكرمة وقد تكون زيارته الأولى والأخيرة لمكة فلما يأخذ بعض المقتنيات وبعض الذكريات التي ستبقى له طوال العمر سيكون لها بالغ الأثر والتأثير شهدين الكرام إلى حديثنا التالي وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أعلنت الوزارة أن مراكز ضيافة الأطفال في منطقتين مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل أطفال الحجاج والمعتمرين خلال موسم حج هذا العام إضافة إلى موسم العمراء ويهدف ذلك لتسهيل رحلتهم الإيمانية لفتت الوزارة إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تستقبل الأطفال من سن الولادة وحتى عمر العشرة أعوام حيث تقدم لهم مجموعة من الخدمات منها توفير البيئة الملائمة والآمنة والصحية وتقديم الوجبات والمشروبات المفيدة جسديا إضافة إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المراكز إلى تمكين الأطفال من الحصول على خدمة المبيض داخل المركز مع تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية حقيقة مبادرة مميزة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم أيضا بعض الحجاج عندهم أطفال عندهم يعني بعض الأطفال بنات أولاد يعني يحتاجون أيضا إشكالية أيضا تنقلهم معهم من مكان إلى مكان وأثناء العمر وكذا فهم يحتاجون إلى خدمات كثيرة يحتاجون إلى رعاية يحتاجون إلى العديد من الخدمات قد تشغل الحاج عن يعني أداء عبادته وآداء نسكه فماشاء الله تبرك الله اليوم وزارة الموارد البشرية وفرت هذه المراكز مراكز ضيافة الأطفال اللي بإمكانهم أنهم يستفيدون من هذه الخدمات مشاهدي الكرام من يعني تنقل بين الوزارات دعونا نذهب إلى وزارة الصحة حيث أوضحت وزارة الصحة مجموعة من الخدمات الصحية المتنوعة التي يقدمها مركز اتصال الصحة 937 لخدمة ضيف الرحمن وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الخدمات الصحية التي يقدمها مركز اتصال الصحة 937 لضيف الرحمن هي خدمات متنوعة وتشمل خمس خدمات رئيسية وأضافت الوزارة أن الخدمات الخمس تضم استقبال المكالمات عبر مدار الساعة بست لغات مختلفة والاستفسارات والشكاوى حول الخدمات الصحية لمتابعتها ومعالجتها والاستشارات الطبية لضيوف الرحمن عن طريق الهاتف وأردفت الوزارة أن هذا يتم بشكل فوري لكل البلاغات الواردة على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة ويتم البحث عن المنومين والمفهودين في جميع المنشآت الصحية المتواجدة في المشاعر المقدسة ما شاء الله تبارك الله يعني نقولها حقيقة يعني بكل فخر أنه تكامل الجهات عظيم يعني تجد كل جهة مناطة بعمل معين مناطة بدور معين تقوم فيه اليوم قبل شوي نقول سدايا وعبر تسخير التقنية وتذليلها تخدم ضيوف الرحمن بسبع لغات اليوم وزارة الصحة تخدم ضيوف الرحمن بست لغات وخمس خدمات متنوعة نحن نتكلم حقيقة عن طاقة بشرية وقدرات هائلة سواء بشرية أو حتى تقنية يتم تسخيرها وتذليلها لخدمة حاج بيت الله الحرم وشهدي الكلام مباشرة إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي حيث أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي ومثلة بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء أطلقت حملة توعوية خلال موسم الحج تحت شعار حج بلا هدر والذي يأتي لزيادة الوعي لدى حجاج بيت الله الحرام وحملات الحج والإعاشة بأهمية الحد من الهدر الغذائي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ويأتي ذلك من دورها في رفع نسبة الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي حيث إن وفقا لنتائج دراسة خط الأساس فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة تبلغ نحو 33% وقيمة الهدر في الغذاء تقدر بكم؟ بنحو 40 مليار ريال سنويا والله أنه رقم يعني أعتقد أنه من أصعب الأرقام التي شاهدتها في حياتي الهدر يقدر بـ 40 مليار ريال سنويا يعني 40 مليار ترى نتكلم عن موازيم يعني نتكلم عن رقم يعني كبير كبير جدا طيب سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع بإذن الله لكن دعونا نشاهدوا إياكم هذا المقطع اللي نشرته الهيئة العامة للأمن الغذائي ثم نكمل ثنايا هذا الخبر الحج أحمد أتم مناسك حجه والظاهر أنه ما انتباه لبعض السلوكيات السلبية صحيح أنه نوا وأحرم وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى وحلق وضحى وتحلل وودع والله يتقبل حجه بس ليت ما أهدر الحج عبادة فلتكن دون عدر حقا مجموعة من الأعمال التوعوية الإعلامية التي تقدم من قبل هيئة علامة للغذائي وبالفعل يعني نحتاج يعني مثل هذه البرامج المميسة وأيضا تتشعار حج بلا هدر طبعا أوضح معالي محافظة الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعل كبير من قبل أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والجمعيات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة التي تنبع بكل تأكيد من منظور ديني ومجتمعي ووطني إضافة إلى تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تساهم في الحد من الهدر الغذائي إضافة إلى المحافظة على قدسية فرضة الحج وأكد أن الحملة ستتواصل طوال موسم الحج فيها برامج توعوية مستمرة خلال حسابات التواصل الاجتماعي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة لتدو على مدار العام وليأتي لإضاح خطورة ذلك على كافة مناح الحياة حقيقة من المهم أن نسلط الضوء على مثل هذه البرامج على مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى التوفير تهدف إلى الاقتصاد يعني 40 مليار ريال حجم الهدر سنويا رقم كبير جدا رقم مقلق ومخيف نتمنى بإذن الله أنه جميعا ومن خلال أيضا حج هذا العام تكون بداية وفرصة للتغيير بتقليل الهدر مشاهدي الكرام مستمرين معكم بإذن الله ننتقل وإياكم إلى فقرات تردكم لبيك يا حالي ومذنبينا وأبان إبراهيم دا حجاج بيتك تائبينا أه نرجو الوصان بالانقطاع لبيك 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 مشاهدي الكرام في فقرات ترندكم اعتدنا أن نشاهد المقاطع التي وصلت للترند أو مضمونها موسم الحج في مقطعنا الأول مشاهدي الكرام سوف نتحدث عن شيء عجيب حقيقة أنك تجد الناس ألوانهم مختلفة لغاتهم مختلفة أشكالهم مختلفة ألسنتهم كذلك مختلفة إلا أنهم يجتمعون في مكان واحد وقبلتهم واحدة دعونا نشاهد هذه مكة المكرم وهذا هو المسجد الحرام يصافح قلوبكم قبل أن تصافح صورته أعينكم وقد فاض بالمسلمين جاءوا من كل فج عمير ألسنتهم شتى وبلادهم شتى لكن قبلتهم واحدة وربهم واحد استهوا لا تدلوا الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تورك الله حقيقة يعني مقضى فيه من المشاعر الإيمانية الشيء الكثير والتي أنتجتها وزارة الحج والعمرة والتي تنتج حقيقة طوال العام وتحديداً خلال موسم الحج عدد من المقاطع الإيمانية المميزة التي تتوث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدي الكرام دعونا نشوف تعليقات الناس على هذا المقطع وتعليقاتهم حول هذه الأيام الفضيلة والعظيمة محمد إيش ذكرنا وإيش قال محمد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ساك الله خير محمد وشكراً على هذا التذكير الطيب التعليق التالي من صوفان صوفان وشكال قال اللهم ارزقني حج بيتك الحرام أتوقع أنه ما شاء الله تبارك الله ما أحد يشوف هذا المقطع إلا الكل يتهافت ويتمنى أن يحج ويعني يزداد حنين القلب لحج بيته الحرام إلى التعليق التالي من حمدي وتعليقنا لهذا المقطع وشكال قال أسأل الله مالك الملك أن يغمركم بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وأن يرزقكم صباح المستغفرين ومساء الشاكرين وقلوب الذاكرين يا سلام وشن للدعوات الجميلة اللي لامست القلوب وحركت المشاعر شديد الكرام أخذناكم في جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز المقاطع اللي تم تداولها والتي تعنى وتختص بالحج نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونسمر معكم في فقرة تسعين ثانية واللي من خلالها نرصد لكم أهم أخبار الحج خادم الحرمين يصدر أمره الكريم باستضافة ألفين حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم والمصابين اليمنيين بثلاثة عشر لغة عالمية حسن المسلم بين أياد ضيوف برنامج الملك للحج ثلاثمائة مراقب أمن يغطرون ثمان مواقع في المسجد الحرام للتيسير على ضيوف الرحمن خطة الحج أربعة آلاف جولة رقابية بأسواق ومسالخ المدينة ومحجر المطار البرنامج الصحي التطوعي للحج 110 فرق ميدانية تبدأ عملها بخمسة مواقع قطار المشاعر المقدسة يعلن الحركة الترددية طيلة موسم الحج تجهيز أكثر من 2 مليون عبوة من مشروع الملك عبدالله السقيا زمزم لموسم حج هذا العام شيخ ياسر الدوسري خطيبا لعيد الأضحى بالحرم المكي والشيخ هال الشيخ بالمسجد النبوي ضمن برنامج وقايتك كمامتك توزيع أكثر من 100 ألف كمامة يوميا في الحرم ووزارة الحج العمرة تطلق مشروع بطاقة الحج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بنهاية تسعين ثانية مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذه الليلة من أخبار الحج ابقوا دائما في ذكر الله وحفظ الله ورعاية لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله اشتركوا في القناة